حابب أقف مع الصخرة بقى لأنه نهاردة عيد ميلاده والحقيقة واقل جمعة واحد من اللعيبة اللي مشوارهم الحقيقة بيعجبني جدا وبحب ألفة نظر أي لعب صاعد أو أي لعب منتقل للنادي الأهلي أنه وجودك في الفيرس تيم أو انتقالك في الفيرس تيم في النادي الأهلي أبدا مش نهاية المطاف بالعكس بص المشوار واقل جمعة أفتكر جدا 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 بداية واقل جمعة لما جلنا من غزل المحلة تحديدا كان ساعتها واقل جمعة مدافع جيد يعني مدافع كويس ومتقدرش تقول عليه فالتة متقدرش تقول عليه سوبرستار لكنه كان مدافع كويس لكن تعالوا نبص في المشوار واقل بقى ومدى التطور اللي حصل في مستوى واقل جمعة لغاية لما وصل أنه يبقى مش أفضل مدافع على مستوى مصر ده أفضل مدافع على مستوى إفريقيا والحقيقة اللي هنا الأفضلية مش مرتبطة بس بإيجادته داخل القرى لكن حتى لما تشوف موجهات منتخب مصر منتخب الوطني المصري مع كبار الأفرقى المنتخبات اللي أغلب اللي بنقول عليها مدججة بالمحترفين ومحترفين على أعلى مستوى ما بنتكلم على سامويل إيتو في الكاميرون بنتكلم على دي دي دروكبا في كوديفور وغيرهم وغيرهم من نجوم تجد أن نواق الجمعة الحقيقة نجح بشكل كامل في إيقاف خطورة أبرز وقعت مهاجمين إفريقيا المشوار ده مرتبط بمنتالتي مش بس مرتبط بقدرات وإمكانات شخصية حقيقة أنه وائل من ساعة ما ابتدى كورة مع الأهلي وصولا لللحظة اللي قرر فيها الاعتزال خد مشوار طويل جدا نجح أنه يثبت فيه الحقيقة أنه المنتالتي هي صاحبة الفضل الأول في النجاح أحيي وائل جمعة على مشواره على نجاحاته على أرقامه وإنجازاته وبطولاته اللي أعتقد أنه صعب على أي لعب أنه يحققها على مدار مشاركته مع نادي طبعا بحجم النادي الأهلي أعتقد في فترة الحقيقة كانت فترة ذهبية تحت قيادة جهاز فني محترم منويل جوزي ومع جيل حقيقة استثنائي من اللاعبين كل سنة وانت طيب يا صخرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر